نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي شددت على استمرار قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بارتداء الكمامة بشكل إلزمي على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة وكذلك الأماكن المغلقة أو أثناء التردد أو التواجد في الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي مع تطبيق الغرمات المنقررة على غير الملتزمين